وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه تم بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك منها القضية الفلسطينية والأزمة الأوكرانية لما لها من تأثيرات على العالم كما أكد الرئيس السيسي أنه تم توافق خلال المباحثات على أهمية إيجاد حل لموضوع سد النهضة وتشغيع الجانب الإثيوبية على توقيع اتفاقية ملزمة قانونيا بشأن ملء وتشغيل السد الحقيقة كمان كان فيه توافق في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك متفقين على أهمية إيجاد حل للقضية الفلسطينية حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو 67 وعصمتها القدس الشرقية فأيضا أهمية إيجاد حل سياسي للقضية أو للنزاع الروسي الأوكراني لما ليه من تأثيرات على العالم كله أيضا توافقنا على أهمية إيجاد حل لموضوع سد النهضة وتشجيع الجانب الأسيوبي على توقيع اتفاقية ملزمة قانونيا بشأن ملء وتشغيل السد وإسمح لي هنا فخامة الرئيس أن أنا أسجل تهنئتي لكم على وتوقيعكم اتفاقية مع كركستان بشأن موضوع مماثل كده ترجمة نانسي قنقر